إفريقيا تدخل خط الوساطة في الحرب الأوكرانية من خلال مبادرة من ست دول لإيجاد أرضية توافق حول تسوية سياسية وإطلاق بصار تفاوضي رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا يؤكد أن الرئيسين الروسي والأوكراني وفقا على استقبال بعثة وقادة الدول الإفريقية في موسكو وكييف لمناقشة مبادرة السلام أظهرت مناقشاتي مع الزعيمين أنهما على استعداد لاستقبال القادة الأفريقى ولإجراء مناقشة حول كيفية إنهاء هذا الصراع وفيما إذا كان ذلك سينجح أم لا هذا سيعتمد على المناقشات التي ستجرى المبادرة التي لم يكشف عن تفاصيلها بعد لقيت آذانا صغي من الطرفين خاصة وأنهما أبديا استعدادا واهتماما بأي مقترح قد يحمل حلا للصراع الدائري بين البلدين إفريقيا كأكبر قارة تفكر أيضا في إعطاء صوتها في الجهود الدولية لتسوية الوضع في أوكرانيا وقد قلنا بالفعل أننا مستعدون للاستماع باهتمام كبير لأي مقترحات من شأنها تسهم في حل الوضع في أوكرانيا وعلى الرغم من المواقف المرحبة بمبادرة الدول الإفريقية إلا أن عوامل عديدة قد تلحقها بسابقاتها ومن أبرزها احتدام المعارك على عدة محاور وعلى رأسها جبهة بخمت نائبة وزير الدفاع الأوكراني قالت أن قوات بلادها حققت تقدما غير مسبوقا في شمال وغرب المدينة الاستراتيجية يسمح بكسر الطوق الروسي المطبق عليها منذ أشهر فيما تؤكد القوات الروسية أن مربعا سكنيا واحدا فقط بات يفصلها عن السيطرة الكاملة على بخمت